اشتركوا في القناة ارجو منكم شرح الحديث في أسرع وقت ممكن جزاكم الله وخيرا هنا في واحد بيسأل عن حديث للرسول اما يخشى أحدكم اللي يرفع رأسه يعني قبل الإمام يجعل الله رأسه رأس حمار او يجعل صورة صورة حمار خلينا نشوف الإجابة بتقول إياه فالحديث المذكور حديث ثابت في الصحيحين وغيرهما من عن أبي هريرة والرواية التي في السؤال هي رواية البخاري والرواية الترمزي أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار ففي الحديث وعيد لمن يرفع رأسه قبل رأس الإمام يبقى الحديث ده ثابت في الصحيحين أنك كمسلم لو رفعت رأسك قبل الإمام الله هيحول رأسك لرأس حمار وأن الحديث ده وعيد يعني فيه وعد للي يرفع رأسه قبل الإمام والحقيقة أنا بستغرب هل الإسلام بيعمل المسلم يعني أنه هو منذ الإحتياجات الخاصة يعني متخلف عقلياً زهنياً يعني أنك تصدق أنه لو فيه مسلم هيرفع رأسه قبل الإمام رأسه تتحول رأس حمار لمجرد أنه رفعها قبل الإمام هينكمل الإجابة بتقول إيه لكن اختلف أهل العلم في المعنى المراد من هذا الوعيد فقيله هو على ظاهره إذ لا مانع من جواز تحويل رأس من يفعل ذلك إلى رأس حمار أو تحويل صورته إلى صورة حمار حقيقية وقيل المراد به المبالغة في وصف من يفعل ذلك بالبلاد مثل الحمار أهل العلم اختلفوا كالعادة زي ما بيختلفوا على طول وقالوا الحديث ده ناخده على ظاهره ما فيش أي مانع أن المسلم يتحول رأسه لرأس حمار أو تتحول صورته لصورة حمار حقيقي يعني يدخل الجامع مسلم تلاقيه يعني يطلع من الجامع معاك وكده طالح حمار وناس ثانية قالت أنه هيكون عنده بلدة الحمير ونكمل للإجابة قال في تحفة الأحوازي شرح سنان الترمزي اختلف في معنى هذا الوعيد فقيله يحتمل أن يرجع إلى أمر معنوي فإن الحمار موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام ويرجع هذا المجاز أن التحويل لم يقع مع كسرة الفاعلين ولكن ليس في الحديث أن ذلك يقع ولابد إنما يدل على كونه فاعله متعرضا لذلك وكون فاعله ممكنا لأن يقع عنه ذلك الوعيد ولا يلزم من التعرض للشيء وقوع ذلك الشيء قال له ابن دقيق العيد دلوقتي في تحفة الأحوازي شرح أن السنان الترمزي قالوا إيه؟ شوفوا أن في مسلمين كتير بيعملوا كده بس مش بيتمسخوا حمير ولا حاجة فقالوا أن الأمر ده معنى وفي الحمر موصوف بالبلادة فاستعير هذا المعنى للجاهل بما يجب عليه من فرض الصلاة ومتابعة الإمام وقال كده أن ده لأنه وعيد فالمسلم متعرض أنه يحصل له كده وأن يكمل باقي الإجابة وقال ابن بزيزة يحتمل أن يراد بالتحويل المسخ أو تحويل الهيئة الحسية أو المعنوية أو هما معا حمله آخرون على ظاهره إذ لا مانع من وقوع ذلك بل يدل على جواز وقوع المسخ في هذه الأمة حديث أبي مالك الأشعري فإن فيه زكر الخصف وفي آخره ويمسخ آخرين كرد وخنازير إلى يوم القيامة يبقى فيه ناس تاني قالوا يحتمل فعلا أنه يتحول بالمسخ يعني تحويل المسلم حسيا ومعنويا لحمار لأن الحديث ده فيه حديث لأبي مالك الأشعر إن فيه مسلمين هتتمسخ قرد وخنازير إلى يوم القيامة وهنا أنا عندي سؤال هو المسلم اللي بيتمسخ حمار ده مالوش أحل يعني يطلع مسلم من البيت يرجع بيتهم كده حمار هل حد شاف فعالته أن حمار دخل عليهم وهم مش عارفين الحمار ده جالهم من فين أو أن ابنهم مثلا اللي خرج يصلي ورجع لهم حمار ومحدش يتكلم عن هذه الظاهرة خالص نخلينا نكمل الإجابة ويقوي حمله على ظاهره أن في رواية ابن حبان من وجه آخر عن محمد بن زياد أن يحول الله رأسه ورأس كلب فهذا يبعد المجاز لانتفاق المناسبة التي ذكروها من بلدة الحمار ومما يبعده أيضا إرادة الوعيد بالأمر المستقبل وباللفز الدال على تغيير الهيئة الحاصلة لو أريد تشبيهه بالحمار لأجل البلدة لقال مثلا فرأسه رأس حمار إنما قلت ذلك لأن الصفة المذكورة وهي البلدة حاصلة في فاعل ذلك عند فاعله المذكور فلا يحسن أن يقول له يخشى إذ فعلت ذلك أن تصير بريدا مع أن فعله المذكور إنما نشأ من البلادة هنا قاله إن الحديث بيقوي حمله على ظاهره يعني فعلا المسلم بيكون حمار بالحقيقة يعني يدخل مسلم يرفع رأسه قبل الإمام بتتحول رأسه بيتحول إنه حمار رواية ابن حبان من وجه آخر بيقولك إن عن محمد بن زياد إن اللي يحول رأسه ممكن يحول رأسه الراس كلبي مش حمار بس فكده بيبدأ احتمال المجاز إنه يكون في بلدة الحمار وده ممكن كمان يكون على مش صورة الحمار بس لا زي ما قلت لكم كانت وخلينا إيه نكمل الإجابة كذا في فتح الباري قلت القول الظاهر الراجح هو حمله على الظاهر ولا حاجة إلى التأوين مع ما فيه مما زكراه الحافظ انتهى هذا عن المعنى الحديث أما حكم الرفع قبل الإمام فقد قال الحافظ ابن حجر وظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام لكونه توعد عليه بالمسخ وهو أشد العقوبات وبذلك جزم النووي في الشرح المهذب مع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعله يأسم وتجزأ صلاطه وعن ابن عمر تبطل يبقى في فتح الباري في شرح سهل البخاري في شرح الحديث بيقول إيه إنه هيكون على ظاهره بمعنى إن المسلم لو رفع راسه قبل الإمام هتتحول فعلا راسه لرأس حمار ومنه تحريم الرفع قبل الإمام لأن الوعيد موجود فالجمهور اللي قال يعمل كده اللي هيعمل كده هيكون آسم بس صلاطه مقبولة بس ابن عمر قال يعني وناس تاني قالت تبطل صلاطه تبطل صلاطه نوه رفع راسه قبل الإمام وهنا بقى إيه السؤال اللي طرح نفسه هو المسلم لما يتحول الحمار زي ما بيدعو هل ما فيش ولا حالة واحدة تكشفت وثبتت إن الحديث ده صحيح طيب أنا بقول لك يا مسلم اعمل تجربة عملية ارفع راسك قبل الإمام بالعين دي كده يعني مع سبق الإصرار والترصد واجرب شوف فعلا هتتحول راسك لرأس حمار ولا لأ ولا بيتحق عليك وألتقي بكم في الحلقة القادمة من سين وجيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر